كلمنا عن روايتك البحث عن القرين مع أنها أول إصداراتك وشي تختلف عن باجة الإصدارات مع أن كل إصداراتك عن الرب صح رحلة البحث عن القرين طبعاً القرين موضوع يعني شيق بالنسبة للناس يشدهم وهذا أول شيء خلاني أدش في مجال الكتابة يعني القصة حقيقية صارت لأشخاص أنا أعرفهم يعني فشدني الموقف هذا وهو اللي خلاني أن أنا أكتف في هذا المجال أول شيء أبحث عنه وكذا وقعت مع الأشخاص اللي صارتهم الأحداث ونقلت لهم أحداث حقيقية بالقصة أحداث حقيقية نعم صارت تقريباً قبل أربع سنين ونقلت الأحداث هذه داخل الرواية يعني روايتك نقدر نقول عنها قصص حقيقية غالباً يعني غالباً رحلة البحث عن القرين تقريباً حقيقية بالنسبة وين صارت؟ صارت على وقت ترى الحب أفلام الرب صارت بدوام عندنا أف دوام؟ دوام أحدى الوزارات سكنوا متاكنهم لا هي ترى يعني ترى موضوع جداً كان بسيط أنه مراجع دخل علينا في الجهة العمل وعطانا معلومات خاصة عن أساميننا يعني أعمارنا محل قامتنا فقلنا له شوان عرفت هذه الأمور يعني هل أنت سائل عننا وكذي شاني يقول له أنا مخاوي حا مخاوي لا لا شاني يقول له هذا إلا قاعدة ثانية فقعدنا فيعني أهم الشباب وقعدوا معنا صراحة ما كملتوا ياهم فقعدوا معاه وعطاهم معلومات إضافية يعني قال له مثلاً عن أنت داشت بمشروع فلاني وكانت قيمتك هذة وشريكك مواصفاتك هذة فيعني الشباب ارتفكوا شوي بعدها ابتدت رحلة البحث عن غريم شد الموضوع أنه في غريم فعلاً وإلا أنا قدر أتواصل معاه ولكن يعني بالرواية لما أنا بنعزز هذه الأمور لأن كل هذا يعني كلها شك بلا فاع يعني إحنا أنت قاعدت تكلم عن موقف صار معاك الباب ممكن أنهو تكون عنده فعلاً تصير له هذه المواقف وإحنا أورادي ترجمة نانسي قنقر